اشتركوا في القناة على اتخاذ الدول الأربع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وجمهورية مصر قرار قطع علاقاتها مع قطر بسبب سياستها العدوانية ومؤامراتها المستمرة وتدخلاتها في شؤونها الداخلية ودعمها للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة وترويج الفتن والاضطرابات في العديد من الدول العربية الأخرى ورغم الفرص العديدة التي منحت لها قبل وبعد قطع العلاقات لتصويب سياستها إلا أنها استمرت في تعنتها واستقوائها بالدول الأجنبية ورفضت كل تلك الفرص وتمادت في أخطائها وسياساتها العدوانية التخريبية بدعم التنظيمات والأحزاب المتطرفة وإيوائها لقادة تلك التنظيمات على أراضيها والسماح لها بالعمل ضد حكوماتها وبث خطاب الفوضى والكراهية فيها ما نراه اليوم من توترات وأزمات في المنطقة هو نتيجة طبيعية لتفاقم أزمة النظام القطري الداخلية بعد ثلاث سنوات من القطيعة عن بيئته الطبيعية فتارة وفي محاولة يائسة لفك عزلته العربية والعالمية يتحدث عن رغبته في إيجاد حل لهذه الأزمة وتارة أخرى يواصل سياسته العدوانية بما يكشف عن حالة التخبط الذي يعيشه وسوء التقدير للأمور لا شك أن مملكة البحرين هي من أكثر الدول التي تبررت من هذا النظام من خلال سلسلة من التجاوزات لزعزعة أمنها واستقرارها والتدخل في شؤونها والتصعيد الإعلامي ضدها وفتح قنواتها للجماعات المرتبطة بإيران لبث الفرقة وتشويه الحقائق دون مراعاة مبادئ حسن الجوار والالتزام بثوابت العلاقات الخليجية وروح الأخوة والجيرة والمواثيق والمرجعيات القانونية العربية والدولية وفي الوقت الذي قدمت فيه حكومات الدول الأربع فرصا عديدة شرط قيام هذا النظام بتغيير سياساته الفوضوية وبث الفرقة والتخريب والتخلي عن مواقفها المعادية وغير المبررة لها إلا أنها ستواصل تصديها بكل حزم لمؤامراتها وترفض التقارب معها إذا لم تلتزم بالشروط التي وضعتها لإعادتها إلى البيت الخليجي الموحد من الواضح أن النظام القطري بتقربه أكثر وأكثر من النظامين الإيراني والتركي وتمسكه بمواصلة دعمه لجماعات الإخوان المسلمين التي صنفتها العديد من الدول بأنها جماعات إرهابية والاستماع إلى مستشاريه المرتزقة يحكم على نفسه باستمرار العزلة عن بيئته وحاضنته الطبيعية ومصالحه الحقيقية كما أن مراهنته على الدعم الخارجي من بعض الدول الكبرى التي تستفيد من هذه الأزمة ولا تراعي إلا مصالحها لن تنجح في فك عزلتها والحفاظ على أمن واستقرار الشعب القطري والذين تمنى له استمرار تواصله مع بيئته الخليجية الموحدة والمستقرة